في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وذلك وسط تدولات مرتفعة وقد ربح رأس المال السوقية 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.6 مليار جنيه صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.39 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 12622 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 36 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2460 نقاط ثم صعد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 56 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 3530 نقاط